الصعد لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز دعم صفوفه بالتعاقد مع أحمد سعيد أوكا لقيادة دفاع الفريق في الموسم في ظل خطة الإدارة نحو التعاقد مع عدد من لعبين أصحاب الخبرات اللي استفادت بيهم في الدوري الموسم اللي جاي عبد الناصر محمد هو اللي بيتولى قيادة الفنية بعد رحيل أسامة نبيه اللي استمر لمدة 30 يوم بس وقبلها كان كابتن محمد صلاح وبرضه استمرش كتير بعد الصعود للممتاز خلافات مع مجلس إدارة النادي وبالتالي بيتولى المسؤولية حاليا عبد الناصر محمد وهم شايفين أنه قصة قصة منظومة مش قصة اسمه مدرب وبالتالي إن شاء الله يقدموا موسم جايد زيهم زي كل الفرق اللي موجودة في الدوري الممتاز